أهلا بك زميلي ياسر مشاهدين الكرام أصعد الله أوقاتكم أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية عاشية زيارة نازيل الإليزي فرنس وهولوند للجزائر العديد من التساؤلات تطرح حول ما الذي سيستفيد منه اقتصادنا خصوصا وأن السسة والاقتصاديون في باريس يصعون للعودة كأول شريك تجاري للجزائر عوضا الصين أحمد رجدي ويسيم باباسي سعاد فقط تفصيل عن زيارة هولوند للجزائر زيارة سريعة هي الثانية لنزيل قصر الإليزي مثقلة بالملفات الاقتصادية التي تهدف منها باريس لاستعادة مكانة الشريك الأول هو ما يؤكد الأهمية التي تتميز بها الجارة الجنوبية في معادلات الساسة والاقتصاديين الفرنسيين ساعة معدودة سيقضيها هولوند مع المسؤولين الجزائريين محاولا فرض رؤية رجال المال والأعمال في الشاركة مع الجزائر ومقارباتهم حول الاستثمار أصلي الأشعر قادرة هذه الغدية والأعمال putانه موجودة في المال لاستطيع مشكلة لكن الملابس بانaszكين لكن السابق سيقضي مع الجزائر لغاية 1,5 مليار وانشارك في مال ضمنام أعجل للمزيدة العملية وانشارك الرهيد الآن رغانية لقد تذكره لاستماعينا في المنزل التعورة المتحدة في المنزل معهم من الزمانية لقدون موجودا اليسانية ما لاستمتحطي لكنهم في المقابل الإقتصاديون الجزائريون يثمينون علاقات الشراكة مع فرنسا لكنهم يشددون على الفائدة المتبادلة نحن نتوقع جميعاً لأجلد المتبادلات الفرنسية في الجزائر لا نحلم بها في العالم ولا يحلمون بها هم في العالم بعض الشركات عندها عائدات إلى 50-60% في السوق الجزائري زيارة هولون تأتي في سياق تقدم المفاوضات الخاصة بإنشاء مصنع لعالمة بيجو بعد النجاح تجربة رونو بوادي تليلات ما يطرح أكثر من سؤال ويفتح أقواصاً عن العلاقات الاقتصادية بين بيريس والجزائر وجدالية المفيد والمستفيد